طول ما النظام الحالي وده مش كلامي ده كلام الخبره وكلام المسئوليين وكلام الاقتصاديين طول ما النظام ما لا بيسمع ولا بيفهم ولا بيغير من سياساته في اي حاجه هنفضل زي ما احنا مفيش نظام عايش على الاقتراض فقط لا غير بقاله سبع سنين دلوقتي وهنا سؤال احنا بقى عايزين نسأله نسأله للنظام ازاي المواطن ممكن يعيش في الظروف الصعبة دي وفكرة الديون والاقتراض ورفع الدعم وزياده في التقاشف مين السبب للمواطن هو اللي يدفع تمن ده برضو النائبة الحقيقه حقيقه ست فاضله يعني انا يعني سعيده جدا ان عندنا حد في البرلمان المصري حد في مجلس النواب بيكلم وعنده فكرة وبيقول افكار بيقدمها حتى لو خدوا ورق منها رامونت الزبالة بس على قلق سم قدمت قالت هي بتقول ان فيه شوية نقاط لو قامت ديها الدوله ممكن ده يساعد شوية في اننا نخفف الضغط على المواطن قالت اول حاجه يعني نرشد شوية ملف الدين نوقف شوية الاقتراض مش كل شوية اقتراض 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 مرة اقتراض عشان مشروعات مرة هنرهن اصول مرة هنعمل نوقف الاقتراض شوية واتكلمت في نقطه مهمه وهي ترشيد الانفاق الحكومي واعادة ترتيب الاولويات انت عندك اي وزير منهم محمد معيت اللي بيقعد يقولك احنا بنصرف على الدوله وبندعم المواطن وبنعمل وبنسوي ده مثلا لو ماشي في مصر هتلاقي ما شاء الله اسطول من السيارات المرسيدس والحراسة والحماية ومش عارف ايه ماشيين قدامه ما هدي تكلفه تلاقي المكاتب من دول يعني بتشغي علاقه عامه ومستشارين ومعرفش مين ومين ومين طيب ما ننفقش يعني ما نرشد شوية في الانفاق نرشد حبه في الانفاق ما يبقاش كله كده من اجل المنظره والفشخاره وصيبين المواطن يضعينه برضه كمان قالت يا ريت يبقى فيه انفاق كل دي التوصيات او الاجراءات اللي شايفه النائبة ساميره الجزار انها ممكن تكون مناسبه لو الدوله مشت بيها نوقف الاقتراض نرشد شوية في الاستهلاك الحكومي والخاص بالوزارات وقالت كمان يبقى فيه تنميه لقطاع الزراعه والصناعه والتعليم والصحه لان الدول بتكبر الدول بتكبر وبتتغير بالتعليم الكويس وبالصحه الكويسه وقالت كمان يبقى فيه تدخل من وزاره التموين فورا عشان يرقبوا ويدبطوا الاسعار والخدمات قالت كمان ان يبقى فيه توفير سلع توفير سلع باسعار مناسبه للمواطنين عن طريق المجمعات الاستهلاكيه زي ما زمان كده كان بيبقى فيه مجمعات كان اسمها مجمعات النيل او كان فيه حاجه اسمها الجمعيه التعاونيه كانت بتنزل سلع غزائيه للمواطنين باسعار اقل بكتير من اللي موجوده في الاسواق وشفناها مشاكل كبير قوي لو تشوفوا افلام التمانينات كل الافلام اللي في التمانينات يقول ايه ده الجمعيه فيها رز ده فيها زيت ده النهار ده نزله فراخ ده كل الحاجات دي عشان تساعد المواطن ليه اختفت ليه ما بقتش موجوده في الوقت الحالي وبقى ليه بس الاكشاك الموجوده السبته بتاعت القوات المسلحه اللي موجوده بعض الاماكن بتبيع لحوم وبتبيع خضار باسعار زي اسعار السوق ارخص خمسه جنيه ولا سبعه جنيه ده مش سعر يعني ده مش الفرق الكبير اللي الشخص هيسيب بقى الحاجات اللي جنبه ويروح يتفعله عشرين تلاتين جنيه مواصلات عشان يروح يشتري كيلو لحمه ارخص عشرة جنيه هم التانيين دلوقتي عاملينها بيزنس وسبوبه فمش بسين خالص مش بسين ابدا للمواطن هيجيب منين ولا ازاي عشان ما توهكوش برضو النائبة ساميره بتقول يبقى العمل على زياده دخل المواطن عشان يقدر انه يواجه زياده الاسعار ويبقى فيه تقييم للمرتبات سنويا وزيادتها وزياده نسبها او خفضها بنفس قيمه الجنيه وزياده التضخم في البلد ودي موجوده موجوده في دول كتير وعرضناها قبل كده وقلنا لكم بيبقى زي ما انت عامل كده لجنه تسعير كل ثلاث شهور بتجتمع واجتمعت النهاردة بس لسه ما سمعناش الاسعار الجديده كل ثلاث شهور بتنزلي باسعار جديده في كل حاجه اللجنه دي تتعمل يا سيدي عملها كل ست شهور كل ست شهور تبص في مرتبات الناس البسيطه تبص في المرتبات اللي 2500 و 2700 وتلات تلاف جنيه شوف هتوصلهم لكام تبقى مرتبهم شوية متماشي مع نسبه التضخم الكبيره اللي بتعاني منها البلد لا مش اخيرا قالت كمان يبقى في تنفيذ مزيد من برامج الحمايه لمتوسط الدخل وليس الفقراء ومحدود الدخل فقط وقالت كمان يبقى في تطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المصريين بالمجان دي الحلول اللي قدمتها نائبة في البرلمان المصري الحقيقه لها كل التحية والتقدير الاستاذه ساميره الجزار عضو لجنه الخطه والموازنه يعني بنبقى سعداء سعداء جدا جدا لما بنسمع حد من قلب مجلس النواب اللي هو ملوش اي علاقه بالمواطنين خالص يكون حاسس بالمواطن المصري بشكل كبير وبيتكلم حتى لو بيتكلم بس حتى لو بيتكلم اهو يعني رمى حجر في مية ركدة يمكن اللي حواليها واللي جنبها يغيروا منها فيبدأوا يتكلموا شوية للمواطن المصري برضو كمان واحنا في نفس الموضوع ولسه ما خرجناش من البرلمان المصري في النائب محمد عبدالله عضو مجلس النواب هو كمان قدم طلب احاطه للمستشار حنفي الجبالي برضو تم توجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء وزير التموين والزراعة عشان ازمة ارتفاع سعر الرز قالك في ازمة في الرز في ارتفاع حصل في سعر الرز في معاناة بيعاني منها دلوقتي اصحاب المضارب وده ممكن يؤدي لنقص المعروض وزيادة الاسعار في وقت الموسم طبعا موضوع المزارعين ده يعني من الازمات اللي بيعاني منها المزارع المصري بشكل كبير جدا جدا واكتر من مرة بنقول ان الدولة مصممة 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 انها تديه له سعر بخث في اي محصول هو بيقوم به دي صورة للفلاح المصري او فيديو اهو لو حضراتكم شايفينه يقوم من الساعة اربعة الصبح يزرع ارضه ويرويها ويخلي باله منها ويسمدها ويرشها من الحشرات ويفضل قاعد مستني الموسم من السنة للسنة وتيجي الدولة تقوله هديلك تلات اربعة تكلفته مثلا طب وهو هيصرف ليه وده اللي بيخليهم يهربوا ده اللي بيخلي المزارعين يهربوا من السلع الاساسيه الرئيسيه ويجروا على بعض السلع اللي الحقيقه يعني بتجيب لهم ربح كويس والدوله ما تزحمهمش فيها مش تورد لنا بالاقراه مش رز ولا قمح ولا قطن عشان يبقى التوريد بالاقراه برضه بسبب الدولار وبسبب الاسعار عندنا برضه مش قطاع الزراع بس هو اللي متأزم لا كمان ده قطاع الالبان قطاع الالبان هو كمان ازمة جديدة اهيه بتهدد منتجات الالبان ايه بقى الازمة اللي عند منتجات الالبان هم دلوقتي بيطلبوا رئيس الوزراء وبيطلبوا وزير المالية انه هو يضم انشطه الثروه الحيوانيه زي مثل ما زرع الالبان زي شركات تصنيع الالبان لقايمه الانشطه الاقتصادية اللي جات في القرار واحد وستين لسنه اتنين وعشرين ايه بقى القرار ده القرار ده باختصار كده ان هيشيلوا من عليها الضريبه العقاريه لمده تلات سنين فهم كل اللي طلبينه من الدوله عشان البيوت متتخربش والمصانع متتقفلش والانتاج مايقلش ان بس شيلوا من علينا لمده تلات سنين الضريبه العقاريه حاجه تساعد شويه في تخفيف الخسائر اللي بقت بتلاحقهم طول الوقت وكمان الجمعيه طلعت بيان قالت ان يعني فكرة ان انتو مش عايزين تعفو مزارع الالبان من الضريبه العقاريه ده هيبقى ليه تبعات سلبية يعني ان طبعا اصحاب المزارع دي واصحاب المصانع الصغيره دي ممكن يضطروا ان هما يقفلوا او يخرجوا من المنظومه خالص طيب مين بقى اللي هيتحمل الخساره اللي بعدها هما مش هيتحملوا خسائر مبدئيا يعني اكيد مش هيتحملوا خسائر فهيقفلوا هيقفلوا يعني بيوتها تتخرب وناس هتتشرد وهتزود لك بطاله وامور كتير لكن اصلا اصلا فكرة لما المزارع دي تقفل تقفل طب ما انت هترفع السعر في السوق والاسعار هتضرب بشكل كبير جدا جدا لكن في اسرار غريب يعني هي الدوله محتاجة ان هي تعمل لجنه اقتصادية تجيب رجال اقتصاد ويبقى فيهم واحد رجل اعمال بس يكون حيادي كده ويبدأوا يعملوا نظره في كل المشروعات اللي اصحابها بيعانوا اللي اصحابها دلوقتي عاملين بيقولوا مش قادرين مش عارفين مش قادرين نكمل يشوفوا ايه مشاكلهم يحاولوا كده يحطوا لهم بعض الحلول البسيطه حتى لو يعني سنه يعني مش مثلا ده بيقولك ايه يتم اعفقنا ثلاث سنين يا سيدي اوصل معهم حتى في النص اوصل معهم لسنه خليهم يعدوا الازمه الكبيره اللي موجوده دلوقتي وبعدها قلهم لا هنرجع نرجع عليكم الضريبه تاني وده قطاع عمل بيانه بيقول لكن ايه بقى على قطاعات كتيره جدا جدا زي ما شوفنا مبارح بتوع الملابس وبتوع الاحزيه وشعب كتيره جدا 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 ما ناس عايشه وفتحه بيوت وقسر بتشتغل في الانشطه دي كلها بيوتها قربت تتخرب وانت واقف تتفرج طب ما انت هتتاثر بالخساره اللي هم يخسروها دي لكن ودن من طين ودن من عجين كأنهم مش عايزين يسمعوا حد خالص او يمكن سامعين ومعندهمش القدره على الحل فعلا فعلا انا مش عارفه وفي عالم موازي الناس عملا تسرخ مزرعين بيسرخوا بيقولك الدولة يعني بتاكل حقنا وبتظلمنا فاسعار فاسعار رز فاسعار شعير فاسعار امح فاسعار قطن فاسعار اي حاجه عايزاها الدوله بتوع الالبان يقولك خلاص بيوتنا بتقرب هنقفل معرفش بتوع الملابس يقولك كل حاجه بالدولار ومش عارفين نوفر دولار حتى والمصانع بتقفل وتسمع مثلا احمد موسى مبارح يقولك ده احنا محققين نمو تسمع النهاردة محمد الباز بيقولك يعني ان الحقيقه ملف الاستصلاح الزراعي اللي حصل في مصر معجزه قالك كده والله قالك اللي بيحصل في ملف الاستصلاح الزراعي في مصر ده معجزه وان الاداره المصريه مش محتاجه لا ايا مش محتاجه لمتح ولا اي حاجه خالص بصل على الارض ده اكبر دليل على النجاح بتاعه وان بس احنا لو الدوله محتاجه منك حاجه شوف الامور بموضوع ايه بس وبصل اللي بيحصل على الارض من انجازات ما لكش دعوه بالكلام بقى لتاني تعالوا نسمعه يعني ونرجع لكم تاني فعلا ما حدث خلال السنوات الاخيرة فيه يعني مسار استصلاح الاراضي والمشروعات اللي في مصر يتجاوز دون مبلغة انه في معجزة حقيقية حققها الانسان المصر لو ندي لي السادة المشاهدين تصور عن ما جرى خلال السنوات الماضية في هذا الملف التعديد طبعا احنا عندنا رقعة زراعية بتزيد وبتكبر وكل حاجه لكن يعني لسه عندنا مشاكل كبيرة مشاكل كبيرة مشاكل كبيرة وبنلجأ اننا بنستورد محاصيل عشان نستخدمها بقى في دخول بعض المنتجات الغذائية او نستخدم احاجات منها للمواشي زي مثلا فول الصوية فول الصوية ده اللي هو يعني الناس النباتية تعرفوا اكتر يعني يعرفوه اكتر وبيستخدموه اكتر النهاردة سعره دولار كيلو فول الصوية بدولار لان هو سعره تجاوز لعشرين جنيه ورغم كده لسه لسه حتى الان البنك المركزي مصمم ان دولار بتسعتاشر عشرين بس من الازمات برضو اللي عندنا هي ازمة السكر النهاردة طلع عمر عصفور عضو شعبة المواد الغذائية وقالك ان نقص المعروض في السكر في الوقت الحالي ده بسبب التراجع اللي موجود من اكتوبر من اكتوبر اللي فات قالك احنا عندنا نقص في المخزون وده طبعا هيؤدي الى ارتفاع الاسعار ارتفاع سعر السكر وانا مش فهم احنا ليه لحد دلوقتي مثلا معندناش اكتفاء ذاتي من السكر مثلا يعني انا برضو مش فهمه وليه بنعتمد على جزء كبير من السكر في الاستراد حاجات كده تحس ان انت مش المفروض انك تفهمها تسمع وخلاص اشتركوا في القناة